مباشرة من مدينة وجده توصلنا بخبار قبل العنصر الخطير سوق الفلاح من مدينة وجده لشدة عنده مجموعة كبيرة لأقرص مهلويسة والأقرص المهيجة جلسيا وهذا سيد هذا يعني مبحث عليه بحث وطنية البلاغ جاكا الاتي حالة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجده على النيابة المختصة صباحا اليوم الخاميس 4 فبراير الجاري شخصا يبلغ من العمر 39 سنة من دوي السوابق القضائية العديدة ومحوط عنه على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات وذلك الاشتباه مدينة وجده في حالة خدجار توقيفه بسوق الفلاح بمدينة وجده وهو في حالة التلبوس بحياسة وثرويج 7668 عقارا طبيب 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 مهربا من بينها ألف وجوج قرص طبيب ومخدر وثلاثة وربعالاف وثلاثمية وربعالاف وثلاثمية وربعالاف أقراص مهيشة جنسيين على وطن على علب الأدوية السائلة وحقا وضماضات والتي كان يعرضها للبيع في ظروف تنعدم فيها شروط السلامات الصحية للمنتاجات استاذالي وقد تم إداء مجتبه فيه تحت تدابير حراسة نظرية رهنا إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع وظروف وملبسات هذه القضية وذلك قبل أن تتم إحالته على عادلة صباح اليوم الخامس إذا كما شدوا هذا العنصر الخاطر كان يبيع أدوية سوق فلاح وظروف غير طبية وكما تعرفوا وتقدر حتى تكون أدوية الصلاحية لها منتهية وكذلك بعض المهيجات الجنسية يعني كان عدد ديالها شير بعلاف ولا وأقراس يعني مخدرة طبييا يعني أقراس بارك الله عليكم